سؤال كمان بيقول ايه لماذا لا تكون القيامة هي اكبر كتبة صدقها البشر وانتشرت من جيل الى جيل طبعا شوفوا الاسئلة قد ايه صعبة بتيجي عن نتوى مستفزة ويمكن عمرنا مفكرنا فيها لان احنا عندنا ايمان بسيط طب خلونا نمشي وراء الادعاء ده الايامة اكبر كتبة اولا مين اللي طلع الكتبة والصالح مين لو كان لصالح الرسل الحقيقة الكتبة دي خلتهم يدفعوا دمهم وعمرهم تمان وبعدين طب لو كانت الايامة كتبة فين جسد المسيح دلوقتي اللي مات ماهو لو مدفون كان يتلقى لو حتى تحرق كان برضو هيتعرف له سك وبعدين الاكتوهما دي برضو ما طلعتش في القرون الاولى ليه ده هو اللي موجود في انجيل مات انه هما دفعوا فلوس للجنود وقالوا قولوا انه تسارق يبقى دي بس اللي طلعت ما تقالش ان الايامة كتبة ولا حاكم شهود الايامة ما كانوش ال 11 تلميذ بس ولا حتى ال 70 رسول بس لك فيه 500 واحد مذكورين في كورنسوس الاولى 15 شهدوا الايامة وبعدين كيف تكون القيامة كتبة وكل الانبية تنبأوا عن قيامته وكل الرسل شهدوا بايامته ولو لما كانش المسيح قام يبقى كل القصة ملهاش معنا يبقى المسيح انسان ادغلب بالموت والذي اقام الموت بقوته صعب عليه يقوم بقوته وهو طبيعي بدل هو يحمل قوة القيامة يقوم ميت وهو كمان يقوم لو مات ولو لم يكن المسيح قد قام فباطل ايماننا وباطل اكرازتنا وهنبقى كلنا ميتين وما فيش حياة أبدي التهم دي يا جماعة ما اسهل تفندها لانها لا تتفق مع التاريخ لان الكتاب المقدس بيقول انه قام والكتاب صعب تفنده بشهدت العلم كمان مش بشهدت الايمان بس الحاجة التانية ان قوة القيامة هي اللي غيارت الشعوب وتوبت الناس ودتهم امل في الحياة الابدية ورفعت الانسانية الى الحياة الجديدة كل ده بقوة الايامة اللي الشيطان يهمه انه ينكر ربنا يحمينا من الشكوك ويدينا قوة وحجة للرد على كل من يسأل وتهم الكتاب المقدس